ديف عزيز وفقرة عزيزة وعن جد لقاء عزيز جدا على قلبي وبعرف أن رح يكون كمان عزيزة على قلبيكم أنتو في راس الحاضر الغائب الحاضر اليوم بدألك لأنك غبت كتير عنا بدألك أهلا وسهلا فيك بالأو تي في وبي برنامجهم جديد تحديدا سعيدة جدا وأنت بتعرف أكيد أديش عن جد سعيدين ومش بس أنا وقالي وكل فريق العمل بحضورك اليوم حبيبت هيبي مرسي المحبب اللي اشتقنا له كتير خبرنا عن كانت هذه معي عن جد مقدمتي كتير حلوة وأنا كتير مبسوط أكتر ما تتصوري عن جد أنه أنا هون بالأو تي في وعن بعمل مقابلة خاصة معي عن جد اشتقت لك واشتقت لهالأجواء هايدي واشتقت له الماضي اللي كنا فيه ويلا إن شاء الله تطلع هيك مع أنه شوية مقابلة يمكن مش كتير طويلة بس إن شاء الله تطلع هيك حلوة ومتل ما منتمنى المهم المحتوى عن جد بوجودك أكيد رح يكون حلو كل الناس عم تسأل وين هيدا الغيبة اللي بيعرفك بيعرف واللي متابع بيعرف أنه أنت مغترب والغربة هي اللي بعادتك عن المجال الفنية لأنك بأستراليا كمان يمكن خلينا أوضح لك شغلي الشغلي صارت معي بسرعة يعني أنا كنت بمجال التمثيل وبالدرج مثل ما بيقولوا داعس إلى أنه صارت فجأة تعرفت على مدامتي كنا بأستراليا عم نقدم مسرحية مع الكبير جورج خباز وتعرفت على مدامتي وكملت العلاقة وأنا كنت إلي أربع سنين معونا جورج بالمسرح وصارت الشغلي بسرعة هيك حبينا بعض وصار فيه قرار أنه خلاص سافر وهيك بتلوقفت عن التمثيل بشكل مفاجئ وسفرت بسرعة يعني خلال ستة شهر كنت أنا قريدي صرت برات لبنان وبعدت عن المجال وهيدي غلط مني يعني أنا يمكن كان لازم ضل على تواصل أكتر مع كل المجال الفني في لبنان بس يمكن هيك تقصير مني أو غلط مني بععدت شوي بس دائما كانت الشغلي هيك جواتي أنه بشتاء بحب بحضر برامج بقول يا ريت أنا كنت هون يا ريت أنا كنت عم بعمل هذا الدور هذا الشي كله دفعني دفعني أنه أرجع فكر هلأ عن جديد بشي مثل سفينا نسميه مثل العودة بالاستقرار هونيك يلي ببلد فيه أمان واستقرار اللي نحنا يمكن في أدينو رح نشوف سوى صور أكيد في راس نحنا وخلال اللقاء بتحس بياختك بيسحبك بخليك يمكن ترتب أولوياتك بالحياة وتفكر أنه لأنه الفن هلأد متعب بالبلد اللي أنت فيه بلبنان تحديداً هذا أبداً الاستقرار أبداً أن يكون أنا وعائلتي بمحل سيف بمطرح من المطارح أكتر بكتير من بلادنا أبداً ولكن أنت ما كنت هوني مع مين ما كان يعني أنت حتى فنياً كنت مع جورج خباز أنت عم تخبرنك أنه تحت الهواء كنت على طاولة القراءة واللي بيعرف جورج خباز يلي هيك منوجه له بوسات كتير أكيد أكيد أنا اشتقت له كمان اشتقنا لمسرحه ما كنت مع حياة لحدا عم تشتغل أكيد لا وجورج بيزرع لك هذا الاستقرار المهني كمان لأنه مسرحه أكيد أكيد على فكرة جورج خباز جورج خباز دائماً دائماً بذكره قدام كل الناس جورج كتير صعب الشغل معه من ناحية الاحترافية جورج كتير إنسان حنون ومحب ولذيذ والبدكية والعيلة كلها كتير 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 يعني هو جورج وعائلته أنا عندي عليها كتير وعم وجار كلهم كلهم عندي عليها كتير وسيئة فيهم وبعرف إديش هالعيلة محبين بس من احترافياً كان جورج ما بيقبل شو ما كان جورج كان كتير صارم بأمور الاحترافية يعني ما فيك تطلع على المسرح غير ما تعطي أفضل ما عندك صح ومع خير جورج كمان اشتغلت مع كتير ناس كمان كانوا محترفين وكانت علاقتي كتير جيدة عملنا عدة أعمال ما فأزا الجمهوري بيذكر يعني أنا قبل ما فل كان عندي مسلسل خطوة حب للكاتب أستاذ شكري أنيس فخوري مع ندين الجيم والاستاذ عمار شلاء بعمل الكاتية كادي كمان يعني أنا تركت كنت بأوج عطائي كنت عم بلش أطلع طريت أترك كرميل خلص يعني الإنسان بس يدق قلبه بحس حاله أنه طيب أنا بقدر أرجع لهالشغلة بس بدي بس خليني أول شي يكون مع الشخص ياللي أنا بدي أكمل حياتي معه ببنا نقلها كمان هايلا ميكال أكيد 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 ودي إلا هايلا ميكال ودي إلا يعطيكي ألف عافي ميكال كمان أنا وياها منشتغل سوا أسسنا شغل سوا كل شي عملناه سوا تقريبا وهي هلأ يعني عم تهتم بالبارت طبعي أنا بغيابة حاليا وقولين الله راد يعني رح نحنا رح تصير حياتنا شوية مغيرة بين أستراليا ومين لبنان والشغل ما فينا نعمله ريموتلي مثل ما كل العالم تعرف فعم حبي يعني هيك حبي بكتير رجع لبنان وحبي بكتير أرجع هيك بلش يمكن مجال فني عن جديد هيك من السفر بعد نضوج أكتر وبعد خبرة أكتر خبرة مش يمكن عملية بس خبرة نظرية أكتر طيب بس فليت شكل المسلسلات والأفلام خلينا نقول الصورة كانت مختلفة كان المسلسل لبناني أح مثل ما بيقولوا اليوم المسلسلات الناشحة خاصة عم بتكون مختلطة فرقت عليك كتير ولا لأ أنت من هونيك كنت كمشاهد عم بتتابع كل شيء كل شيء بهذا الدنيا بده يتطور يعني ما في شيء يضل متل ما هو المسلسلات كانت أنا وقت فلات كانت يمكن بعدها شوي بما كان لازم بقى تبلش تتطور فيه وفعلا أنا كتير مبسطت خلال مشاهداتي للمسلسلات كان على شاهد أو على التلفزيونيات المحلية هيدا التطور كتير أعطاها نكهة أنا لأ ما زعلت أنا بالعكس كتير مبسطت تطور كتير طور الدراما اللبناني طور الممثل اللبناني بس بعد ما احتك مع ممثلين عرب وممثلين كتير جيدين وبيّن لي أنه في عندنا نحنا ممثلين بعد أحسن من الممثلين العرب وبس كتير أخذنا خبرة من طريقتهم من تفكيرهم أنا عفوا بعتزر بعتزر كتير نحنا على هو وأنا نسيت أني حط سايلن تليفوني فالممثلين اللبناني كتير أخذوا خبرة من الممثلين العرب وهذا الشيء عطى نكهة للإنتجات وعن جد أنا كتير مبسط إذا بقدر شارك بهيك أعمال جديدة I can't wait يعني إن شاء الله إن شاء الله هيك الحظ يكون حلو معي وقدر إرجع شارك بهالشي أنا بقول اليوم هيك من عن جد برنامج يوم جديد قدي حلو وجوه عن جد يمكن بالإنتاج اللبناني بالمسلسلات كانت مثل ما قلت بأول طلعتك عم طاعت أحلى ما عندك اليوم كمان عم نضرج هيك وعن تمكن عم تقول أنا بدي أرجع ندعي كل الأشخاص اللي عم بتابعونا هيك يكونوا بالفعل بأي شغلة موقفينة بحياتهم ياخدوا هذه الخطوة الشجاعة اللي أنت عم تغتيها خصوصا أنك مكنت حالك بأستراليا بالبزنس الثاني وهلأ صار فيك تكون مفرق ونحن عن جد عنا شركات أنتاج منشوف الحال فيها أكيد أكيد عم بيعتوا أنتاجات سنويا بتاخد العقل وعم بتكون عربيا كمان ناشحة يعني كل الأنتاجات المحلية عم نشوفها على تلفزيونيات عربية وبلاتفورمز عربية إن كان على الشاشات وعلى البلاتفورمز يعني إن كان ما بدأ انسى حدا إيجل فيلمز شركة الصباح فالكن فيلمز عم بيكون الشغل معهم متواصل صح صح إن كان قبل يكون محصور بموسم رمضاني هلأ لا عم نشوفها على مدار السنة بالمواسم الشغل ما عم بيتوقفوا ضروري يكونوا عم بيستعينوا دايما بوجوه جديدة أكيد فكيف إذا وجوه جديدة وعندها خبرتك أكيد أكيد إن شاء الله إن شاء الله تسلم تسلم يا حبيبة قلبي عن جد نحن منحب كتير نجاح والله والله أنا كتير بقدر أنا كتير بحبك وأنا بقدر محبتك لألي وعن جد هذا من قلب الحسن حبيبتي مرسي مرسي عن جد في رأس شو من الأعمال هلأ أنا سميت شركات الانتاج اللي عم بتعمل سنويا أعمال بتاخد العقل هيك قلت اللي وأنا كمان منهم عن فكرة أنا في كتير مسلسلات مثلك كنا عم نحكي تحت لهوا قدام نشبه بعض نحنا كممثلين صح صح في كتير هيك أدوار بقول أنا كنت عملت هيك هون أنا كنت يا الله هيدا الدور كنت بحب أعمله إذا بدك تختار هلأ هيك لديه الوقت عمل واحد ودور واحد بهيدا العمل بتقول أنت أنا لو كنت هون بعدنا أنا أكيد كنت أخدت هيدا الدور وكنت بدعت بهيدا الدور هلأ ما فيه إليك أكيد كنت أخدته للدور الدور الدور اللي بينعطها هلأ 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 بتشوف تليفونات بعد هيدا إن شاء الله الدور بينعطها للممثل من أبل المخرج أو الكاتب هلأ لكن في كتير أدوار أنا كنت كنت بحب إلعبها مش معناتها لممثل معطاها حقا أكيد لا أدوأ أنا عندي دفرنت رؤية لأي دور يمكن أنا بفضل إلعبها هيك أو غير شي ما مش معناتها لممثل هيداكي مكان جيد جدا ما بدنا نسمي في عطيه إذا أحراج طب عمل عمل ما تسمي دور ما تسمي دور عمل مثلا بتقول أنا كنت بحب تكون بهيدا العمل لايكي كتير لفتني مسلسل مسلسل للموت لفتني لفتني شي دور هيدا آي كان مسلسل كتير حلو بالفعل وكل الشخصيات كانت مهضومة وحلوة كنت بحب يعني يمكن كون بهيدا العمل يعني هذا من الأعمال اللي هلأ زبدنا نذكر عمل كلنا كممثلات وممثلين بيستفزنا يعني كتير حلو وفكرته كانت حلوة وبدي وجه كمان تنويه كتير كبير لكي كلهم كانوا رائعين بس أنا كتير لفتني باسم مغنية بهذا العمل باسم عن جد بنشاف الحال فيه يعني ياخد العقل كممثل لبناني عربي في غيرهم مسلين كتير مهمين بس أنا بما أنه ذكرنا هذا العمل كتير باسم كان عم بيبدع بهذا العمل بالأجزاء الأول والتاني هلأ فيه الثالث يعني نطرين كلنا عنجا فبوجه له تحية كتير كبيرة هذا الشاب مهم كتير ممثل بينشاف الحال فيه بالفعل ونوجه له كمان كتير من الحب من بنامج جوم جديد على أمل كمان نشوفكم سوا هيك عمل ونشوفك أكتر من ما كنت حتى قبل لأنك بالآخر أنت عم تبلش من هون مش عم تبلش من هون إن شاء الله إن شاء الله بدواجه تحية أجد لكل المسلين الأصدقاء الإدم لكلهم حتى كانوا بعرسة بدواجه لهم تحية كبيرة ما بدي عدي كتير لحتى ما أنسى لأنه يعني كمان هم بدي عرفوا حاله مزبوط مزبوط وبدواجه تحية كمان لصديق عمار شاء الله إحوالها بالأردن وهيكي يعني مش تقلون كتير وحابي بنرجع نشتغل سواء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله نفوفك ونستضيفك مع أعمال جديدة تلبق لك وكستهلة من كل قلبنا أنا بتشكريك كتير ماء عن جد استضافتك كنت كتير عزيزة على قلبي وإن شاء الله وإن شاء الله المستقبل بيجمعنا أكتر وأكتر يا رب فاصل أصير مشاهدينا وبطلع عليكم إليح وشان باللقاء الأخير تابعونا اشتركوا في القناة